مرح كمان كان فيه جولة تفقدية مهمة جداً قام بيها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والأستاذ عمر الفئي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الجولة دي تم تفقد الخدمات الصحية اللي بتتقدم لزوار مهرجان العالمين خلينا نشوف تأرير عن الجولة وتفاصيلها ونرجع تاني نكمل اشتركوا في القناة احنا بنتكلم على مدينة العالمين الجديدة في أزهى صورة ليها واشفناها وشفنا حجم المترددين على هذه المدينة والتطور اللي بيحصل سنة بعد سنة احنا موجودين في وزارة الصحة والسكان ومشتركين في هذا المهرجان عشان نقدم خدمات من خلال إدارات المختلفة من الوزارة خدمات علاجية من خلال تواجد القوافل العلاجية والعادات المتنقلة ايضا بنقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية علشان تفيد كل المترددين على المهرجان مش بس على المهرجان الحقيقة لكن كل الموجودين من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح بنقدم أيضا دعم وتسخيف صحي لكل ما يحتاجه المترددين كل الخدمات اللي بنقدمها سواء خدمات علاجية أو خدمات وقائية بتقدم بالمجان بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رايحين أيضا في سنة 25-26 في أكتب من 53 منشاقة صحية ننتهي فيهم من 26 محافظة وخطة العمل اللي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب المواقر وتم مناقشة الوزراء في البرامج التنفيذية خلال الفترة القادمة كل دي خدمات صحية سواء في القطاع العلاجي أو قطاع وحدات الرعاية الأساسية وتطويرها أو قطاع الميكانة أو تطوير والتوسع في مجال الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية وطبعا ما ننساش دور مهم جدا لقطاع السكان وتنمية الأسرة في قضية السكانية لأن احنا معنيين أوي كمان في الفترة القادمة باقتحام هذه القضية بالإضافة إلى زميلنا في كل الوزرات تطوير المنشآت الصحية في مقافزة مطروح شيء أهم جدا واحنا اشتغلنا الحقيقة من أول مطروح العام وسيدي برراني المركزي مستشفى السليوم المركزي مستشفى النجيلة المركزي مستشفى رأس الحكمة ومستشفى الضبعة مستشفى العالمين مستشفى الحمام المركزي حجم كبير جدا من الخدمات الصحية مقدمة لإهالي محافظة مرسى مطروح مش فقط في مجال وقت العطلات الصيفية ولكن على مدار العام وزي ما بنقول احنا بنستعد لتطبيق منظوم التنمين الصحي الشامل زي ما بدأنا في ست محافظات في المرحلة الأولى دخلين في محافظة مطروح محافظة شمال سيناء محافظة دميات محافظة كفر الشيخ محافظة المينيا في المرحلة الثانية عشان نقدر نقدم لأهالينا برنامج التوسع في تطبيق منظوم التنمين الصحي الواقع في هذا العام مع وجودنا في شارع الصحة ان احنا هنبقى متواجدين على مدار فترة المهرجان لحد 30 أغسطس هننتقل من أماكن مختلفة على خط طول الساحل من أول اسكندرية لحد مرسى مطروح عشان نقدم لأهالينا واللمصطفين اللي بيبقوا موجودين بما يقرب من 3-4 مليون مواطن بيترددوا على هذا الساحل خلال فترة الأجازة الصيفية حينا مش وقفين عند كده بس لكن في نفس التوقيت احنا بنشتغل من خلال وزارة الساحة والسكان في كل محافظات مصر يمكن 1219 مشروع بدأوا في تطوير المنشآت الصحية سواء إنشاء جديد أو تطوير أو رفع كفاءة في كل محافظات الجمهورية 27 محافظة من 2014 للنهاردة ما يقرب من 177 مليار جنيه في النطاق تطوير الخدمات الصحية فقط انتظرونا في الفترة القادمة القريبة من خلال أيضا مهرجاء العالمين والشركة المتحدة للخدمات العالمية إن احنا هنطلق 100 يوم صحة للعام التاني على التوالي ومن خلال 100 يوم صحة احنا رحية قدرنا نصل إلى أكتر من 35 مليون مواطن في العام الأول وإن شاء الله يطلق في خلال الأيام القليلة القادمة من مهرجان العالمين حتى تبدأ القوافل وتبدأ الخدمات الخاصة في 100 يوم صحة في كل محافظات مصر كمان انتظرونا وإحنا في منتصف الشهر القادم إن شاء الله لإعلان الاستراتيجية الخاصة بالتنمية البشرية ودعم رأس المال البشري من خلال تكليف سيادة الرئيس لوضع خطة كاملة على مستوى كل الوزرات المعنية ببناء الإنسان والدعم الخاص بالتنمية البشرية اشتركوا في القناة رياضة مهمة للإنسان عملاً وذات اللي عنده أي ضغوط أو أي عنده أي احتياج أنه هو يمارس رياضة علشان تخرج شوية وحتى الدراسات العلمية قالت أن جزء جبير جداً من العلاج الشخصي للإنسان أنه هو ينفس عن حياته برياضة حتى ولو ماشي في الشارع مش بضرورة تكون في نادي أو تكون لعبة مكلفة أو حاجاتها مهمة جداً ونحاياً أشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأستاذ عمر الفئي على الموجود الكبير هو فريق العمل الضخم للتعامل الفترة اللي فاتت علشان يحط المهرجان ده للنسخة التانية على التوالي علشان يقدر يخدم كامل جداً إحنا هنا مش بنتكلم على إنه بيخدم المصطفين أو الموجودين في منطقة الساحل الشمالي ولكن هو الحقيقة بيتردد على هذا المهرجان كل الأطيف الشعب المصري فطبعاً إحنا بناخده من فكرة الترفيه والحفلات إلى التنمية والتنمية الاقتصادية والتنمية السياحية وأيضاً التنمية الثقافية من خلال الكتير الإجراءات الكتيرة التي تعمل والأكتيفيتز الكتيرة والأنشطة المتنوعة اللي إحنا موجودين النهاردة في نشاط رياضي وبطولات رياضية كبيرة فطبعاً ده بعد تاني يضاف ليه بقى شرع الصحة اللي هو خدمات وزارة الصحة بالكامل مقدمة من خلال الشركة الشركة المتحدة الحقيقة سواء بقى موجود في عيدات متنقلة في أماكن خاصة بالأخصائيين في كل التخصصات موجودين المبادرات الرئيسية موجودة الإسعاف موجودة كل ما عندنا من خدمات دقدم بالمجان متوفرة لرواد المهرجان إن شاء الله في هذه النسخة ناس كتير كانت تسأل تقول طب أنتو بتعملوا مهدن جديدة ليه وعندنا أكتر من 20 ساعات 21 وشغالين في 22 مدينة جديدة على مستوى الدولة كلها إحنا كنا عايشين في طبقة للدراسات العالمية في 7% بس من مساحة مصر مش كده؟ وصلنا مرحلة خلاص إن باية الأمور ما فيش فرصة مع الزيادة السكانية السنوية اللي بتحصل إن إحنا مع شوية وقت حدش عارف يتحرك من مكانه حدش عارف يتنفس الهوى اللي إحنا بنتنفسه ده طبعا نهيك عن الخدمات اللي أيضا تتهلك مع مرور الوقت نتيجة تقدم العمر ونتيجة أيضا نتيجة الإزيادة السكانية الكبيرة جدا فخروج الدولة المصرية في كل الزهير الصحراوي عشان تقدر تنمي عمران جديد ده متنفس جديد يعني ساعات المؤسسات الدولية بتبصوا على اللي عملته مصر من المنشآت الجديدة دي إنها بتقول إن تطلعتوا من 7 وشوية في المية إلى 14% لو دخلتوا تقولوا إن إحنا بدأنا إن إحنا نصل إلى استخدام 14% من مساحة مصر حتى ده قليل على عدد السكان لكن لما بنعمل مدن جديدة زي ما منتش موجودين فيها النهاردة وده اللي يمكن التوجه الدولة تبنته من خلال سيادة الرئيس إن يكون فيه كل الخدمات موجودة يعني هي دي الرؤية المستقبلية اللي أيضا ترجع تاني الاستثمار في العنصر البشر إن كل اللي بنعمله ده الغرض منه في النهاية هو الإنسان عشان كده بنقول لتنمية الإنسان فيه جزء منه عمراني وجزء منه صحي جزء منه تعليمي جزء منه تدريبي كل دي في النهاية المستفاد بهذا الموضوع هو الشخص والمستقبل والأجيال القادمة اشتركوا في القناة